أهلا بكم وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى العالم بعنوان عيد ميلاد الرب هو عيد ميلاد السلام دعا فيها قداسته إلى توجيه الأنظار إلى بيت لحم وإلى وجه الطفل الذي ولد لأجلنا فيسوع هو درب السلام بتجسده وموته وقيامته كما دعا قداسته إلى التفكير بالأطفال والأيتام والمسنين الذين يواجهون خطر التهميش وخلص البابا فرانسيس إلى القول لنسمح لمحبة الله بأن تؤثر بنا ولنتبع يسوع الذي تجرد من مجده لكي يشاركنا في ملئه موسيقى ترجمة نانسي قنقر